طيب السلام عليكم بسم الله اليوم رح نجراح الاناتومية في نوز والبرانيزل اير سينسيس فرح نبدأ بالنوز طبعا and nose is consist of external نوز اللي بنتكلم عن اوشي جدا بسيط وي النيزر كافيتي او الانترنل نوز فنبدأ بالكسرنل نوز فريمورك في عندي ثلاثة اشياء هنا في عندي البون وكارتلج والفايبرواريولر تيشو فالبون اللي تكون لهذا الاكسرنل نوز النيزر بون هنا هذه الاكسرنل بون تمام المكزيلي بون اللي هي هنا فرونتل بروسس من المكزيلا المكزيلا اللي هي هذا الفكر العلوي رح يتطع ويشارك لي في تكوين الاكسرنل نوز and the frontal bone اللي هي طبعا هنا حكس الجبهة فوق رح تكون بهذا الشكل هنا فوق ويشارك لي في تكون الاكسرنل نوز ثم نوز المكزيلا ومكزيلا ومكزيلا المكزيلا ومكزيلا على الكارتلج هذه المكزيلا ومكزيلا المكزيلا ومكزيلا 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 اللي هي هادة البنية تمام اللي هي هادة الجنب فهذا بكذا يشكل لي الاكسرنل نوز طبعا هنا معطيني بعد ملاحظات ان النوز شكله كيف بارامدلان شايف and the apex anterior position when the upper angle of the nose اللي هو هنا between the opening of the orbit سالي او بنينك حكت الوربت سالي دورتين حكت العين الupper angle هنا تكمل مع الفورهد اوكي يعني ملاحظة طيب وهنا بعد في clinical يعني notes ممكن نقول النيزل fracture هي الكمال فاشال فراكتور ويعني هي الكمال طيب فهنا again the pony parts uh are where the nose continuous with the skull اوكي او لون لاحظة الحين اندي زي مغانا الناسل bone تكمل مع السقل and parts of maxilla frontal parts of maxilla and the frontal bones provide all these bones provide support حق الكسرن نوز interiorly and on each side support is provided by lateral process of subtle cartilage and the major and the minor other cartilage فمن قدام راح يصير في support عن طريق هذه lateral process of subtle cartilage هنا اوكي وال major وال minor uh other cartilages also زي ما قلت عن عندي هذه اللي بالنص اللي هي single subtle cartilage from midline that form the interior part of the the nasal septum نتكلم عنها بعدين بالتفصيل بس هي تكون لي هنا جزء من الكارتريج طيب بدن عندي الخلاص من الاكسرن نوز وتفاصيله وكيف شكله واشا البونز اللي تكونوا من الكارتريج والفريمورك حق طيب الحين يجي عندي النارس 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 is oval opening في الانفيرر aspect of external نوز صغادر external نوز في الانفيرر عندي هذه الفتحتان كيف تبقى مفتوحة يعني لازم في شئ ثبتها عشان ما تصيرها يعني تتكه وصلاف النارس فتسروند بأي الكارتريج الماجر هنا لو لاحظ هذه الماجر وهذه الماينر السبت الكارتريج and inferior nasal spina هذا الانفيرر نازل سمين وشمنا هنا هذا الانفيرر نازل سمين بس هنا راح تكون فقلنا عندي ايش كارتريج الماينر سبت الكارتريج والانفيرر نازل سمين and الجنس الماكسل هذا الانفيرر نازل هذا الانفيرر نازل كيف راح تصير هذه الانفيرر نازل عن طريق الانفيرر عن طريق المسل هذه المسل عندما يصير في انفعالات مثل غضب وغيغة ستتحكم في ممكن تصوى انفيرر فعندي مثال نازل نازل و نازل هذا الانفيرر كيف تفهموا كل واحدة ايش تسوي ابحثوا عنها باليوتيوب جمبها اكشن عشان تشوفوا المقطع ايش تسوي بالا اوبنينج هذي تمام طبعا بما انه انا عندي اوبنينج من قدام ويدخل من هالهو لازم في اوبنينج من وره ف difficulties احساس بعدين تض chew العهاب فالخط لان الوره Soccer نفس الس53 البت بيجرد نازل 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 فان نز По floor عندها الفلور والروف واللاترال وميديا الوال فاش هو الفلور حقها الفلور هنا it's bounded inferiorly by posterior border of horizontal plate of plate yampoon هنا لو شفنا هذه plate yampoon posteriorly راح يكون عندها هذه horizontal plate فتشكل الروف الأرضية حقها هذه الفتحته تمام بدأنا عندي أول فلور أكثر فلور اللي هي أرضية حقها فتحتين then we have the roof الروف ما تقسم interiorly by posteriorly بس كلها بتكون فوق عندي interiorly الالة of boomer خلينا نشوفها واحدة واحدة هذي الالة of boomer اللي هي هذي وهي تكون الروف صحيح عندي بعد ال vaginal process of medial plate of vitrigoid process اشي بتريويد process هذي جاية من السيفينويد 1 تمام راح كوم في شيء اسمه في جاني البروسيس هذي تكون لي الروف يعني شيء بسيط كنترويوت شوية بستيريالي البودي حق السيفينويد 1 البودي حق السيفينويد 1 ما هو واضح هنا بس هنا بيكون واضح هذي هذي السيفينويد 1 وإن لو سوقناها بش خفيناها شوية هذي ال opening زي قلناها كونيا هذه هي طيب فهذا هو البودي أوكي لو رجعنا شفنا الصورة تعتبر يعني فوق شوية بس جاية من ورا بس الفومر سوف تكون جاي على أكثر قدام وهي الأعلى في بومل هذه الأعلى هنا الأبنين فجاي قدام أكثر عشان كذا عشان كذا نقسمينها تير عن بستيري خلصنا من الفلور قلنا البستيري و بخلصنا من الفلور ثم الموعد لابنement بترقويت تشكون между worlds هذه الأعلى اصبحت مدات بترقيت تشكليه لاترال الول قد ترسل اخيرا يوجد مدات البوردر بايبوسيلي الومي وهذا من ورا دعنا انما شاهدنا وبحرصناه هذا هذا هنا هذي تمام فهي تعتبر ميديل بالنسبة لفتحتين فخلصنا بكذا كونيا وليش الباوندريس حقتها الحين رح نكمل على النيزة كابتي عندنا النيزة كابتي عن طريق النيزة السابتن فعندي كده فتحتين طبعا ممتدة الفول يعني 3D وبينها هذا النيزة السابتن يفصلها طيب من وين ممتدة هذا النيزة كابتي من وين لوين بتكستاند من النارس من قدام اللي الفتح الامامية هنا الى الكونيا الى ورا اللي قلناها فوق هنا اللي رح تفتح الى النيزة فارنكس اوكي فهذي امتداد النيزة كابتي وعندي شي اسمه النيزة الباستيبيولي النيزة الباستيبيول وهذا رح شوف هذا واحد بعد طبعا هنا بس يعطين كليكا الابيكيشن ان وي كان اكزامن النيزة كابتي عن طريق الريناس كابي طيب طيب سو النيزة كابتي تونيزة كابتيز ار ابر مو ستوارت اوفي سبايرت رجاكت وعندها الفكتوري سابتو سوارة رح انتقل معنها بعدين اوكي سو هنا النيزة كابتي جاي كده بالنص تمام وتحتها باندي الفم يعني رح يكون في عندي اوري الكابتي وفوق رح يكون في عندي كريني الكابتي فهنا احنا نحتاج الى اشياء تفصلي بين هذه الاجزاء بين النيزة كابتي الكريني الكابتي النيزة كابتي والاوري الكابتي طبعا لشان انفكشن وغيره طيب يعني عشان مو تجو انفكشن هنا وتروح هنا بسهولة لا بس بيكون في بروتكشن وسبريشن بتوينهم فاول شيء ان النيزة كابتي سبريتت من بعض عن طريق من النيزة سابتو فهذه النيزة سابتو هنا هذه الكابتي الاولى وهذه الكابتي الثانية بينها النيزة سابتو بعدين من الاوري الكابتي بلو هنا رح تنفصل عنها يكون في عندي النيزة سابتو فرسل الثانية لتبقيق ايض تخبرنا حل تبقى كابتي ايضا ايضا أنا مو مال تبقى تبقى رح تبقى لحل حل الشهو خلاص يومس وهنا فهذه هنا الكريني الكابتي كيلو. طيب. فكيف رح تنفصل عنها عن النيتر الكابتي تحت عن طريق طبعا هنا تشارك بالفصل من قدام. طيب الاثمويد الستيفينويد. يعني لو شلت هذا. زي شعبين ممكن انه يصير في في فتحة ممكن تفتح الكريني الكابتي. فهذه ثلاثة بونز هي اللي تفصل لي بين الكريني الكابتي والنزل الكابتي. اللاترالي النيتر الكابتي هي فتحات الخاصة بالعيون. ايج نزل الكابتي هز افلور روف ميديا الوال والاترال والوال وهي اللي راح نتكلم عنها الحين. تمام فالنيتر الكابتي سيبراتي من الاول الكابتين من طريق الهدبلة. سيبراتي من الكريني الكابتي. سيبراتي من الكريني الكابتين بالثلاثة بونز. اللي هي اله الفرنتل الاثمويد والسكافويد الرقم السكافويد. السكافويد. طيب. طيب عندها روف عندها فلور لاترال والوميديا الول خلطوا يشوف ايش مكونات الروف قدم شوف بالديتالز صور الروف عندي اه الي خص يعني هذا النيزر كابتي ايش يكون لي هنا الي فوق ايش يكونها رح نشوف انها الفلور هنا رح نشوفها الفلور هنا رح تكون تحت رح تكون عندي الهرد بلات and the heart of the latest consists of شيء and plate in process of the maxilla will horizontal blade of the plate him for time that was into basically enough for him get now you know how to hope okay or is in separate of plate him bone and the patient process of the ماكزلا تمام فهذه اللي كون لي الهرد بيت and then we have the lateral wall lateral wall عندي اشي كونها الاثمويد bone then in الاثمويد رح شوف اشوف اتطس عشان توبح الماكزلا اللا كرمل بون بليتين سيفانويد و الانفيريور كون كاي and the ميديا الوطبعا اللي هي النزل سابتم فهذا الاتجاه خلينا نبدأ الحين بالروف وجيني شوفنا هذه هي النزل كابتي من جوه تمام خليني طيب فهلو نتخيل هذه النزل كابتي من جوه اشي اللي فوقها هنا اشي اللي كون اللي الروف حقها طيب فلنشوفها الحين هذه الفرانتل الفرانتل بون طيب السيفينويد و الهاتمويد من الاثمويد بون و نتخيل هذه اللي الاربعة تشير تمام هي تكون لي الروف حق النزل كابتي فهنا هذه يعني هنا عندي هذي نزل كابتي وهذه نزل كابتي طالع على فوق طبام لو شفنا اش السطح حقها لانها هي كده تمتد اوكي هي كده تمتد فلو اش 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 روف حقها في عندي النيزل بون في عندي فرانتل بون في عندي بعد من نورا السيفينويد و هذا اللي هو الكروبير فورم بلايت حق ليثمويد هذي تكون لي الروف حق نزل كابتي طبعا بس الى هنا لنا ليه هنا ممتد النيزل كابتي طعم طيب بعد خلينا شو الفلور اللي يتكون الفلور حق النزل كابتي اللي تكون من الهاتمويد جنا هذا هو الهورد كابتي صليعويد وبعد قلنا من المجزلة راح يكون عندي هذا البارت اللي سميناه اللي راح يدخل تكوين الهارد بلايت تمام بلايتين بروسسس فهذه التو بونز راح تكون لي الفلور او الارضية حقتها الناسل كابتي تمام يعني شونا الناسل كابتي من فوق هذا الشكل هذا راح يكون الفلور حقها وتكلمنا عن الروف الحين نشوف الالترالور طيب عشان بس نفهم الفكرة لازم نفهم ايش الالترالور طيب و ايش الميديا الول طيب فهذه عندي الميزة الكابتي من جوه صح اوكي فالي جايب هذا الجهه من جوه اوكي من جوه كذا الجايب من هذا الجيهه اللي هي الميزة سابت فهذا الميديا الول اللي جايب من هذا الجهه اللي حين نشوفه اللي هي الالترالور اوكي طيب الاحين راح اوريكم اشيكسة بالغط فوشيخنا شير المجزلة تمام كذا انا قد شوف الكابتي من جوه اوكي شير بفارسة جبعد هذي هذا الشكل شير الناسل كابتي طيب يعني هذي الناسل كابتي اوكي اوكي طيب اوكي يعني من جوه جيه على اللاترال جيه اللاترال الناسل كابتي تمام بدنا نديه اللاكرومل هذي هي اللاكرومل جيه اللاترال الناسل كابتي بشكل واضح عند البلاتيان بون اللي هي سكنشير هذي سينس هذي البلاتيان بون جيه اللاترال بعد ومم بادي سيفنويد هذي سيفنويد اللي هي البارت اللاترال لها اوكي وهذا هنا هذي طبام بدنا ندينا بعد اش الانفيريقون كابتي وفيه الكونكي ما توقع منها هنا واضحة ايوه هذي هي تمام؟ بعد تعتبر لاترال والكونكي كلها بتكون باللاترال اصلا صايد تمام؟ وزي ما قلت ان النيزة سابتة هنا هذي راح تكون النيزة كابتي هذي النيزة كابتي النيزة سابتة سابتة راح تكون الاثنين يعني مشترك بينهم اوكي فبكده خلاص خلصنا الول او الروف والفلورو هذي شبناها بشكل 3D بس عشان نستعب الفكرة اوكي وهذي طبعا قصين يعني قصين هذا الراس بالمص فجايبين المص اللاترال عشان نشوف اللاترال وال تمام؟ فزي ما قلنا ان الروف يقونا عن السفينويد بون الكارب كارب فوم بلايت حق الاثنويد وفرونتل والنيزة بون اللاترال والمزل بول و المزل من الروف روايز الول ولدينا متقونا من الاثنويد المناقزلا والمزل الوين والمزل النزة بوم الخلنا نبدأ بالروف المزل بوم بلايت حق الاثنويد المزل بوم هذا تمام انتيريو تو اكار بفون بليت افروف روف رح سيلا سلوب الفيديو ري تودا نايرس ان اسفور اني من هنا الروف رح سيلا سلوب زي كذا انحناء هذا الانحناء متكون من ايش من النيزل سفاين الفرونتل بون اللي هو هنا هشوفها هذه النيزل سفاين هنا النيزل سفاين الفرونتل بون هذه النزرة تمام هذه اوكي ان ذا نيزل بون فالنيزل بون مع السفاين كوان لي هذا اللي هو سلوب انتيريو هذا السلوب الى روف يعني هذا الروف كذا جاي عصار سلوب هذا الشكل هنا الاترال process of septal cartilage and major oler cartilage of external nose راح بعد شكل هذا الانتيرر سلوب اللي هي lateral process of the septal cartilage هذه اللاترى process of the septal cartilage and major oler cartridge حق الإكسران النوز سوف يكمل بهذا الشكل تمام underline of the mucosa roof is proferrated superiorly by oblique and the crepeiform plate and interior to this opening by separate foramen for the interior ethmoidal nerve and vessels فهنا يدولي أن الاثمويد هنا crepeiform plate حق الاثمويد فيها openings ستدخل منها anterior ethmoidal nerve و anterior ethmoidal arteries تمام من هنا هنا فتحات هذا الشكل opening the opening of syphenoidal sinuses into syphenoid arreces is on posterior slope of the roof فهنا بعد عندي slope هذا الشكل كذا راح يكون هنا عندي هنا تحديدا هذا السينس اللي هو syphenoidal sinus راح تفتح لي على هذا الرسس اللي اسمها syphenoethmoidal resus لانها بين ايش و ايش بين ethmoidal وبين syphenoid 1 طيب راح تكون هنا في ال هنا راح كوسب يعني بدأ بشوف بعد تفاصيل مكانها بالضبط فهنا عندي هذه syphenoethmoidal الفتحة زي بكرنا راح تكون هنا syphenoethmoidal resus في syphenoethmoidal sinus راح تفتح في syphenoethmoidal resus في البستيري slope حق الروف تمام هذه صورة توضح وين بالضبط اللي هي هذه الكريبي كريبي راح بلايت حق اليثيمويد بحتكون بهذا الشكل هنا طيب هنا يوريلي ان ان في الروف اوكي طبعا من مقوناة الروف اللي هي الناسل بون وان فراكتور في الناسل بون ممكن يصير هنا في الروف اوكي زي ما قلنا ان الناسل كافتي في فوق الكريني كافتي في تحت عرق الكافتي فان فكشن لنزل كافتي ممكن يروح الناسل فاري اوكي ممكن يروح الانتير كرين الفوصة او البرانيزل سينيس اللي على الجوانب وريد الناسل كافتي ايسو اي ان فكشن ممكن مساكن ما قولنا بهذا الأمة هآ سوف اخلصنا الناسل والراح الرفوصة لانه لانه اسمر صغير ورلع الس哪 السنت فوقتها هي كنتا dessامة عشر بأمام قدية كنت أن sharesت بعض النهور وهنا يكون ذا سايزامق مع الزمن تراك انق Krista طيب prints when we show from teh medial wall medial wall material which is septum is cut out of one cartridge and two bones So nasal systems are composed of when we move , it requires sceptic cartridges cafeteria and osterially mainly بدا مومر and the perpendicular blade of the hemoid bone. السبتم موبس جاية كذا به الشكل لا منتدى الأخرى كافتي. فلازم مشاركة بعض البونز ورا حيث انها تفصل لي the two cavities عن بعض. يعني لو جيس كذا هذا ان كاننا هذا الاترا الوال. فهذه سبتم كذا كاملا على بعض. نزا سبتم. فلنزا سبتم متكونا من two bones and one cartilage. الكارت一個 هي سبتم كارت ج. أما بنسبة الى البونز وما بالنسبة الى البونز هي الهي البومر والباربين ديكويلر بليت. هذا البربين ديكولر بليت تمام. حق الاثمويد بون. طيب. فهي سموة بعد من من النزل بون ممكن يشارك في تكن هذا السبتم هنا and which meet in midline and the nasal spine حق الfrontal bone here. طيب. هنا وهذا مع سبتة كارتريج. في كنتروبيوشن بعد من النيزل كريست حق المجزلة هذه هي هنا نيزل كريست هالي الجزء والانسزر كريست حق المجزلة سيكون في عندي النيزل كريست هالي هي في المجزيرة والبلتين البون والانسزر حق المجزلة هنا وبعد الريستيروم حق السيفنينويد بس ماين لي أهم ثلاث حاجات نيزل كارتريج من قدام أقصد سبتة نيزل كارتريج وثو بونز الوراء الي هي الوومر والبرمدكولر بلايت حق الاثمويد طيب. فكذا خلصنا الميدال والميدال والميدال والفتح نيزل الكافيتي هي ميكوزة جاوبت حول ميكوزة جاوة جاوة في المصبين الرينايتس هي الميكوزة الممبراين حق النيزل كافيتي من جوا طيب طبعا هنا وريني هذي السبت الكارترج تمام هذي السبت الكارترج من قدام هذي البومر بهذا الشكل الجاي وعندي هذي البربينديكولر بليت وفي الاثمويد طيب بدأنا عندي الديفياشن او من النيزة السابتة في حالة اسمها دفييت او دفلكتد نيزة سابتة دفييت ما نترجعي على الجنب شوية فا دفييت النيزة السابتة النيزة السابتة يقول انها تبكلي تكون بالميد لاين او سبتة دفييت او الان او أغلب الناس يعني متوسل طيب و Ber���عة لفكالي سبتة دفييت وつيکن اليشאשوم المقد bättre ان هنا وتكون الغير من هنا and excessive snoring. the deviation can be corrected surgically بيعنا لي اسمها septoplasty. طيب. نجي عندي اللاترال وال. اللاترال وال هنا كأننا عندي ثلاثة shield-like projections. هذه اسمها النيزل كونكي. طيب. النيزل كونكي هذي هي. طبعا هذي مغضب ميكوزة. والهي اصلا تسبونس. فعندي السوبرير. عند مدل النيزل كونكي. كونكا جاية من وين؟ جاية من الاثمويد بون. عند الانفيرير كونكا هذي اضمار حالها. اوكي عشان كذا لما قلنا الراترال وال. ايش اللي كونه قلنا الاثمويد بون. ما قلنا سوبرير في الكونكي. لانها سوبرير في الكونكي هي جاي من الاثمويد بون. الانفيرير كونكيكا. هذي الحالة. الوظ Conga هذي الحالة. الي تحت كين مياتس. الي تحت superior هنا. واللي تحت المدر والتيpical inferior هذي يسميها هي어�書. الذي يسميها Ambassador hair todo subjective миयاتس. طيب. هنا سميها مياتس. هذا障 eskamer مياتس. مدر مياتس بال mid energy. cephano ethmo Province L δわ gaza سوف تكون هنا تقريبا و راح نشوف اشي اللي يسوي opening فيها اللي هي سيفينويد سينس طيب هنا يقولين انا باراليزا سينس افتح في المدل كونكا بس راح نشوف ايش بعد يفتح في السوبيريير و ايش يفتح في الانفيرير ففي السوبيريير كونكا يفتح لي البستيريير يفتح لي البستيريير ايثمويدا سيلس او سينس انتولاترا الول في السوبيريير ماياتس راح تفتح لي هنا اذا وبعدين بشوف ايش نقصد بالانتيريير ايثمويدا سينس اتقسم ثلاثة طيب في المدل راح يكون عندي المدل راح يكون عندي الانتيريير ايثمويدا سينسس والمكزيلي راح تفتح في الفلور بس في المدل كونكا هذي او ماياتس ملش في سركتورز يعني سبشل شوية فكل راح تفتح بسركتور غير فعندي المدل ايثمويدا سيل والاوبن في الاثمويدا مدل بيولا اللي هذي هذي الانتفاخ هذي اللي زي كلا تمام و المكزيلي سينس راح تفتح في الفلور اه اه اف السميولا سيميولانر هياطس هنا هذي السميولانر يعني بشكل هيلال هياطس طيب هنا راح تفتح هنا المكزيلي تمام and the infidibulum opening of frontal nasal ducts that drain the frontal sinus anterior ethmoid. فهنا في عندي infidibulum opening حق front nasal duct فهنا عندي frontal nasal duct كده نازلة رح تدرين حق frontal sinus و الانتير اثمويد الانتير اثمويدل ستفتح في هذه المنطقة كلهم يفتحون في المدل ما يعتص طيب اشي يفتح في الانفيرير خطاص هذي كل الانتير اثمويدل ستفتح فيها النيزو العكريوم الدكت اللي هي يعني عشان كده لما يكون الشخصي بك تطابعة دموية من الخشمة uh and it's not mucuss it's uh you need to monitor masalala crum conduct play uh here again the lateral wall is characterized by three curved shells and k which uh are one above the other and projects medially and inferiorly okay يعني بهذا الشكل ميديلي و الفيريلي طيب على يعني جاي كانها ميديل اكثر اكروس دنيز الكافتي ميديل انتيري و بستيري المارجنس افتون كاي ار فري فهنا عدني الميديل والانتيريير هنا والبستيريير مارجنس كلهم فري لما متسيم بتاية عاجب طيب اعجن اوو خونكا يزيده بيش نيز الكافتي في اليه انفيرير نيزم مياتس و سبير نيزم مياتس و سبير نيزم مياتس و سبيل نيزم مياتس و سبير نيزم مياتس و اسفينو او اثماتي سوف تكون هنا الرسس ما هذا الرسس سوف يفتح فيها سيفينو إثمويد الرسس بين إثمويد بون وبين سيفينويد بون سوف تفتح فيها السيفينويد السينس هذه أخرى تخرج في المتوجة عن جدد تطاقساة الاثلاء والسفارين سوف تكون هناك مفتاحاً لأنه جائز عالي للقود تماد مشاعرك سوف تفتح فيها سوف تطاقساة الوجود و السفل عن جددًا من الموجودة التي تسللها الدين من الوناس من الهي إلى الناس سوف تفتح فيها سوف تفتح فيها المعتص هنا عندي اثمويدل بيولا كده أسهل و الحياتس سمي يولينارس هنا تبتح لي فيها المكزلري وهذه تبتح ليها المدل إثمويدل سلس طيب الحين عندي النيزل كافتي كونسست أوف ثري ريجون يعني نقسمينها لثلاثة مناطق بس هنا هي في النهاية عندي اشي باوندرس حكتها غير عن الريجون باوندرس او يعني كونسست أوف لاترال وول ميديل وول فلور اندروف بس هذي هذي الريجون مقسمينها حق النيزل كافتي بشكل كده من بره فعندي النيزل فاستيبيول هذي اسمول دايليتد سبيس جس انترنل تودا النارس فهذه اللي هنا بصور تكون لايليتد سبيس بالشكل منتفخة بصور تقفل النارس و تسلعي باوندرس أخي باوندرس فهنا رحكون في الفيدي هير طبعا اشان تجمل ميكروب سغيرا ثم باوندرس برسوطي ريجون هنا ولي هي أكبر شيء اللارجس بارتس بناترس بريجوني وهاهي نحن بصطب و هو يوجد نيرف و هو هذي الريجون الرئيس البيثيليا السيليا نفس الشيء والميكوزا تجمع الميكروب والسيليا الالفاكتوري ريجن هي هذه الجزئية اللي فوق ونشوف حتى ان الالفاكتوري نيرف تفتح بهذا الجهة او تيانك سنزل بهذا الجهة فا اتزان ايباكس اف ايج نيز الكافتي ونشوف حتى ان الالفاكتوري بيثيليا وكنتين الالفاكتوري سابترز ان ادتشن تو هاو سينج ايه سابتر افور السنس اف سميل ادهي الالفاكيشن رحكو هان عندي الالفاكتوري حكت حصلتشا الميكوز ممبرين حق النيز الكافيتي قلنا عندي الالفايراتي قدرة قرية الالفاكتوري ومن ما نلاقيها طبعا بالخطير الالفاكتوري وبهيتيليا و اكون دكتوري رائد الالفاكتوريwie Steven والميكوز ميصور هاذه بالمبليور وتقوم بره يدروه الاولي رائد اكام و رحكو في باستجل الفستبيول. طيب. طيب. طيب حكت النوز. اسمين لي عندي شيئان. عندي اكسترنال كورتد ارتري. وفي عندي انترنال كورتد ارتري. الاكسترنال كورتد ارتري. رح يطلع منها الفيشيل والمكزيلي ارتري. طيب. المكزيلي الارتري رح طلع منها السفينو بلسنة لاتنة ارتري. وفي عندي سفينو بلسنة لاتنة. وفي عندي سفينو بلسنة ارتري. جاية من المكزيلي الارتري. وفي عندي من هذه الفورامن. وكي لديناه سفينو هذه. وهذه السفيني stability. المكزيلي الارتري. واحدهم جائن من أكسترنى الكورتد ارتري. كانت الارتري. وكي نديناها المكزيلي الارتري ارتري وعندنا الانتيرير اثيمويدل برانش وعندنا الانتيرير اثيمويدل ارتري طبعا تقريبا كل من هذه القناها رح تطلع لسبت البرانش عشان تعطيلي النيزة سبت من ميدل وول افذا نيزة كابتي وعندنا هنا عندي الاثيمويد رح تطيني الانتيرير وبستيرير طبعا هذي الاثيمويد وعططني هذا الانتيرير وهذا البستيرير رح يكون عندي سبتل برانش اف انتيرير اثيمويدل وسبتل برانش اف بستيرير اثيمويدل اوكي بهذا الشكل جاي من عشان تأتضيي سبتل تغذي سبتل هنا We have also posterior septal branch طبعا جاي من وراء هنا وستيرير سبتل branch من اوين من السيفينو بالتاين الرجل and we have also هنا السبتل branch of nasal artery من السوبيرير لابل اوكي فمعناها هنا من سيرير وبستيرير تثمويدل ارتري اللي الاترالول رح تطيني بعد سبتل برانش الغزول السيفينو بلتين راح تطيني البستيريو سابتل برانت عشان الميديا الول اوكي ميديا الول حق الناس الكافتي الفينز اقوم بني اقوم بني ذا ارتيز اوكي يعني في نهاية هالي فينز راح تسوي ترينج في فينس باكسز و وتكون اقوم بني مع الارتري فيندي شيء مهم هنا اللي هو المصري veins هي الجينرة والروت بيوجو انفكشن ينافع من البرفير الريجان إلى الكرنية الافتي اوكي معظم الانزل تروح الى الكرنية الافتي تنقل الافكشن طيب الابيستاكسز البيستاكسس الميديه طبعا البتنك في النوز نحن نأخذ بعض الأحيان هنا في النوز الابيس تاكسس ممكن يكون هذا البليدين فانيس أو ارتيري يعني مش أطلع بس ارتيري وممكن يحصل في الكاسل بيترس تكون انتيريو انفيريو فهنا تكون هنا بهذا الشكل هي جاية من او الارترية في السبتم وليس في اللاترال فهنا هذه الارياء تكون طبعا انستيموس من هذه الاثمويد ارتري و الابل ارتري بعد هنا فوق تمام فهذه الارياء تكون انتيريو انفيريور قدام وتحت من السبتم من انستيموس ستكون جناً من جد السبتم من ج بل سبتر من جد المعيس فهنا بعد ماثر ستكون جنب اتكون جاية ستكون جاية لبعد الصفرين اكتر انزل هنا نفسه تقريبا بانتيريو لطبع أو تو بلوكس أو بالهيبر تنشن في عندي الوات رفز أريا هذه تكون نفس علي بصلاه منها بستيري انستموزز و بليدين أو ابستاكس بس انها بستيريو سوف سيريو نزل بليدين فرم انستموزز نير بستيريو طبعا نرفنا السنسيشن في السميل تكون على الطريق الفاكتري نرف أما الجنرى السنسيشن زي التمبرتشر والبين وغيرها رح تكون من الفلامك والمكزيلي نرف نحن رح نشوف البرامتشز بالتفصيل طيب ايش الانيرفاشن زي ما قلنا ان او الشي الانيرفاتي الانيرفاتي بالكراني النرف والبرامتشز حكاتها فالالالفاكشن رح يكون بالالفاكتري نرف هذا واحدة من الكراني النرف اما الجنرى السنسيشن تريجي من النرف اللي منها ثلاثة يتبع بس هنا الانيرفاتي بس اثنين اللي يشتركوهم الانيرفاتي رح يكون بالاف المكنيرف والبرانشز حقاتهم اما البستيرير ريجن اف مكزيلي نرف اما البستيرير ريجن رح يكون بالمكزيلي نرف هنا يقول ان الجلانز انايريته بالالفاكتري بالالفاكتري جايه من الفاشيال نرف تحديده من براج اسمه الكريتر بيتروزول نرف ويكون برانشز من المكزيلي نرف في البيتروغو بليتن فاصة طيب خليني نشوفها هنا هذي هذي اسمها على بعضها هذي هذي الفاصة اللي قلناها اللي هي بيتروغو بليتن فاصة وهذا الاسم بليتن جانجيليا طيب اللي هي هنا فخليني نشوف هنا اش في اللي قد يستيع فهذا عندي الفاشيال نرف اوكي بارسيباتيك فيبر رح تيجي هنا رح تيجي هنا رح تيجي برانش اللي هو البيتروزول نرف and it will join المكزيلي نرف and then in the بيتروغو بليتن فاصة اللي هي هذي طيب هذي جايه البيتروزول and here the maxillary فرح يصير لهم جوين في هذي النقطة تمام وتدخل طمعا على ال nasal uh cavity sympathetic fiber ultimately strive من t1 spinal cord ابل وهذي t1 with synapse mainly in superior cervical sympathetic ganglion and post ganglionic fiber will reach nasal cavity along with the blood vessels اللي موجودة or by joining a branch of maxillary nerve in the again بترغو بليتن فاصة فاسيباتيك فيبر رح تيجي هنا من t1 بهذا الشكل and it will uh it's it will synapse mainly في superior cervical sympathetic ganglion and then a comb يعني تدخل نيزا كابتي مع البلد فيزوز سيهن انتيري كروتيد آر تري رح تدخل كده معها و يعني تدخل مع حالي انتيري كروتيد آر ترينا نارف نبساطين الاثمويد البراج طيب ف سو زي ما قلنا البسجنقليني كفيبر سو ريش و ان حين لحل عندنا يعني هذي بعدين جنيونيك و فيعني تتصينيب سيبير سربائك الا انتيري ينبساطيني كزيك فيبر بحذي بوسط و قليد اقري بجريك فيبر رح تدخل نيزا كابتي مع هي كل من الحدود أو أجمع نشارفاً في عمل مقزليا الرخ إلى المصنع هنا ثم يوجد الحدود على الأعلى هنا للجزاء الريس بايرتري يكون ابر ديب سيفاكي المف نود اكساف ده باس سبيول تكون للسب منديبلر نوت فكلهم غالبا رح تكون في سوبيلير الابر اكسد الابر ديبر ديبر اكس الابر ديب سيفاكي النوت اوكي مع هذا الباس سبيول رح تكون سب رح سوى درين في السب منديبلر نوت اوكي هنا باس سبيل باس سب منديبلر نوت اما الباقي الاجزاء رح تكون الى الابر ديب سيفاكي النوت لنف روم انتيري ريجن افتا نيزل كالتيز تريد فورد انتو كيف حدث تكون جيدا بس منجل ذول اmi باقي الابر ديب ساء كالتنصر هذه ال AJI من stonerie هو الآن في الأنف ساليريج تكون جيدا بجل吸ة للمل من ماشر بالفاس ساكم الأ pişاكي algunasضرات تكون فورد انتو لنخل خيط الطناوزة حدث الجيدا في فارس النهار Εين ننترغس كالتنصر جدًا معااته سب منديبلر بذول و Psalm 3 اثناج السم Bilox . رقم الغالي ve ال 원عات الملteil ال رقمه . رواقاتنا ، رقم يحتاج هذه الأحل وكان بعض الغالي سمس بالترسور إلحالي هذه هي الريتروفرينجيال نوات طيب الريتروفرينجيال نوات عشان هنا الفارنكس هي جاية وراها في سبيس هذا الريتروفرينجيال سبيس طيب فارنكش حق الناس الكافيتي الرسپيريشن الفاكشن البرتكشن دول رسپيرتر باسج عن طريق السيريا الهير الميوكس الريتروفرينجيال الريتروفرينجيال بوكال ريزنانس و نيزر رفكس فانكشن اللي هي سنيزن لما يكون في شيء عالقه وشيء في الخشم الناس الكافيتي تشغل التمبرتشير والهومدات و الهومداتي عشان طبعا لازم يكون الهواء ما هو بارد ويكون فيه رطوبة شوية بايدة اكشن الريتروفرينجيال و رحضي الهومداتي و رحضي التمبرتشير للأير اللي سونانا اسباير و اتفاد و تتفاد موكس من الزر عن طريق فلتر الهومدات في الهر اللي موجود في الفاستبيول و تتفاد البرجان بوكالي عن طريق الميوكس و كما قلنا ندخل في البرتكشن و الهومداتي فى يسوي الهومداتي و تتفاد عن طريق البلد فيزل وتراب الموفز المايكروبز او ايه يعني فورجن بادي عن طريق الهير عن طريق الميوكس الميوكس نورمالي از موفد بسيريا بس سيريا او ام بثيسل اندى نيزل كابتي رح ترجع على ورا الاند از سوالد رح تبلع فانالي رح نشوف عندي البرانيزل سينسز مرسه مناسها جيوب هواية حوالينا الخشن فانالترى از سونزلات الريف هذا تعريف البرانيزل سينسز فانالترى از سيندى عبارة عن كابتي موجودة في البونز في سكلم معبية هوا هذا مختصر اشفية بالبطا هذه 4 نمبر فرونتل اير سينس المكزلري الاثمويدل سفينويد سفينويدل اير سينس طبعا هنا الفرونتل رح تكون في الفرونتل بون السفينويد بون اثمويدل في الثمويد بون والمكزلري في المكزل دل فنكشن انها تسوي ردوص الويت حكتة سكول عشان ما تكون سكول كاملة كذا بدون اي هوا داخلها رح تكون جدا وزنة في قيل and act as resonators to the voice يعني كأنها تتخلي في صدر الصوت لانها كأنها هي غرفة فاضية كذا بستخلها فراح يكون في رح تسبب هذا الصدر الصوت تمام so the baronaisal sinuses each named according to the bone which is found in the baronaisal sinus develop outer growth from the nasal cavity and رح تروح حندي في السراؤنين بونس يما قلنا في المكزلري في الفرونتل الثمويد و السفينويد all of the baronaisal sinus is lined by respiratory mucosa okay so we secretion which is so the stratified ciliated columnar epithelium and secrete mucos the sinus open into the nasal cavity of the myotis and it's innervated من branches of the transgerminal nerves so أول حاج عندنا الفرنتل sinus it's two in number within the frontal bone and it's triangular in shape هذا الشكل الشكل مثلا في طيب opens into the middle myotis as we said تحديدنا ونقلنا في the duct which is front of the nasal duct رح تنزلها throw the infidibulum opening حيق the frontal nasal duct رح تتاحها على middle myotis and your supply is supra orbital nerve okay frontal sinusitis may spread posteriorly causing frontal loop abscess or downward ottoey or petus cellulitis طبعا هذا واضح من مكانها لأنها هي فولبنا فإذا صار رأيت inflammation زي frontal sinusitis ممكن تتطرى posterior إلى frontal loop كده على فوق اوكي وتسوي لي abscess أو تنزل على تحت هنا على orbit هنا اوكي وتسوي لي cellulite طيب بدنا ندرى maxillary sinus to the number again within the maxillary طبعا عشان كده سميت maxillary pyramidal shape opens في median myotis تحديدا في myotis سميلونار حياتي سميلونار حياتي هنا في بعض ن verbally shooting يقولون أن الأبناء المعزلالي في السميلة للهياتس وهو في اللاترال والحق النيدال ناسل مياتس المعزلالي سينوسيتس عبارة عن الأفكشن في المعزلالي سينوس طبعا يمكن أن تصل من الوحيد الرينيتس في المسلحين على بعض الكافتات المعزلالي سينوس والكافتات ممكن بعد يكون بسبب مفاكتد و مفرونتل أو إثموديا سينوس أو مشكلة بعد بالثوث ممكن نحن 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 بطريقة الانترالبنكتر سيكون زي كذا وسيكون السيئر الدرينيج إلى المعزلالي سينوس لكي يكون في سينوسيتس يتعضل في إثموديا سينوس يتعضل في إثموديا سينوس حق المعزلالي سينوس كرسينوما في المعزلالي سينوس ممكن تسوي البروكتوسوس يكون شخص عيونة زي كأنها كده جاحفة طبعا هذا الشي شون ممكن تضغط على العين من هذه الجهة لأنها لها علاقة بالعين فتسوي هذا الشيء يتعضل في إثموديا سينوس ثم يتعضل في إثموديا سينوس يتعضل في إثموديا سينوس طبعا راح يكون هذا المعزل جاي هذا إثموديا يتعضل في إثموديا فجاي كده أو مستيرير لكن تسابل للإثموديا سينوس لذلك يتعضل في إثموديا سينوس فسينوس فهو تتعضل لها إثموديا سينوس المكزيلاني نيرف ستعطي سبايل لها على الطريقة الأوربتال برانش من المكزيلاني نيرف بيتريجو بريتين جانجليان ستعطيني الأوربتال برانش من المكزيلاني نيرف كل جاية سوف نعطينا كرينجي منها سوف نعطينا البدرانش السفينيجي الصينيس يتعطينا من البدرانشة من الغرب الغرب من الغرب المعيزي وفيها حاجة مرم مهمة هنا يعني هي بستيفينيجي مرم شكل عام وهي هذي البتتري جلاند في البتتري فوسا بدا ندراء هنا بعض الحلقة السفينيجي الصينيس related above the cranial cavity طبعا لنا بدا شكل ففولها cranial cavity and particularly the pituitary gland with optic chysin هذه l-optic chysin قدامها هذه sphenoid sinus okay it's related to it and laterally cranial cavity again بس particularly شيء اسمه convernous sinuses اللي هي هارة الجاي من الباتريس سايد من الجهتين okay and below with the nasal cavity طبعا هنا أجد يعني الملومة كلينا كليا because of only thin shells of bone that's very the sphenoidal sinus من النيزر cavity بلو اللي تحتها يعني هذه بس النيزر cavity بس هذا مخصول بينهم and 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 hypofysial fossa above فعشان بس shell bone هذه الخفيفة separate simpinoid sinus من النيزر cavity below and hypofysial fossa above فالبتتترقان can be surgically approached طبعا اشه هالهابو physio fossa اللي هي اللي يكون فيها بسجرقان okay فالبتتترقان ممكن تصيرها surgically approached through the roof of the nasal cavity okay يعني نجب هذا الشكل من روف حقا نازل cavity و we can reach the histogram ثم و ثم في ثم 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 طبعا ثم 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 منجل أكبر فرماياتس وكسيريا في مياتس و هنا تراحينا الأرواب و هذا النوز وهذه النوبة أو النوبة بيننا لا يوجد هنا لكن هنا تراحينا الغرارة هذا الغرارة وهذه الغرارة لازر سابتم وهذه كبير فوم بلايت التي تكون لها الروف في الناس الكافتي هنا ممكن نشوف الميديا كونكا ثم نشوف الميديا كونكا وهنا الانفيدبلوم اللي رح يدخل منها هذا اللي هي الفرنتو نيزة داكت رح تدخل هذا الشكل وتفتح في الميديا كونكا فسوري اكسر في الميديا الميعتص تمام؟ توقع في صور كان في صورة وضح الميديا اثمويدة سيلزة انظرات باية الانتيرار وانتيرير برايتش طبعا من اسمها وفي نيزة السلواري من الأفتلميك نرف كما رفنا انها هي برايتش الأفتلميك نرف راح تطني بستير والانتيريار إثمويدل البرانش and the maxillary nerve عن طريق الأوربتال برانش from the petrogoplaton إثمويدل سن we receive blood supply عن طريق الانتيريار بستير إثمويدل راتري نفس الاسدم بسنطيف على الراتري سنطيف على النور so here السماري حيث الابنين as we see هنا عندي سفين والإثمويدل راح يتعفيها سفين والإثمويدل سينس تحت السوبيلي كونكا عندي سوبيليم ماياتس راح يكون تبتع فيها بسير إثمويدل سينس في الميدل كونكا راح يكون فيه مندى تحت الميدل ماياتس راح يكون فيها مكسيريلي سينس frontal سينس انتهي وميدل إثمويدل سينس and the inferior كونكا راح يكون تحت إثمويدل ماياتس ورازلتع فيها النزول أكمل داقت كيف خلصنا هذا الدرس ان شاء الله كل شيء يكون واضح وبس